السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الكرام تمنى تكونوا بخير ولا خير وأحوال طيبة قبل البداية نتمنى أنكم تعاونوا للقناة بالاشتراك والتفاعل للفيديو وشكرا لكم وشاهدت الحصة الثريبية لنهار اليوم مشاركة جميع العناصر الوطنية بستنة نوف الحناج الذي كان قد تعرض الإصابة في لقاء تمو النهائي أمام إيران وغد يواجه المنتخب مغربي الناظر ديالو المالي يوم السبت القادم انتلاق من الساعة الواحدة بعد الزوال تعرضت بعض لاعبي المنتخب الألماني لأقل من 17 سنة بمن فيهم فيصل حرشاوي ذو الأصول المغربية لهشوم عنصري كبير على موقع التواصل الاجتماعي بسبب اللون ديالبشرة ديالهم السمرة وكالاتحاد الألماني قد نشر عبر حساباتي رسمية على موقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع ربعا اللاعبين في صفوف المكينات الألمانية أصحاب البشرة السمرة لتسهى طلب بعدها التعليقات السلبية على أصحاب الصورة وكتب أحد المتابعين تعليق العلمانشور أين هم اللاعبي الألمان وكتب أخر لدينا ما يكفي من اللاعبين الألمان الشباب فلماذا لا نحصل عليهم في حين علقاء آخر بطريقة ساخرة مبروك للكاميرا ورد الاتحاد المذكور على التعليقات المهينة بالقول نحن فخورون بهذا التنوع الموجود في فارقنا تحت 17 سنة إن قلوبهم تخفق حاليا بالأراضي الإندونيسية إن الالتزام بالتنوع راسخ في اللوائح الاتحاد الألماني لكرة القدم وكذلك قيم تسمح والاحترام إذا كنت لا تشارك هذه القيم يرجى إلغاء متابعتنا التعليقات التمييزية والعنصرية ليس لها مكان هنا وسيتم حذفها وفقا لذلك سنتخذ إجراءات قانونية ضد المحتوى المسيء يشار إلى أن المنتخب الألماني كان قد تأهل يوم الثلاثة إلى ربع نهائي كأس العالم تحت 17 العالم في أندونيسيا بعدما تغلب على نظر الإمريكي بالنتيجة التسجوج في دور ثم النهائي أكد الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو أن الدول المغرب السابق مهدي بنعطية وقع عقد توليه منصب مدير رياضي الجديد للنادي أولمبيك مرسي الفرنسي وكان المصدر داته قد أشار سابقا إلى أن تنصيب بنعطية مدير رياضيا للنادي الجنوب الفرنسي بات مسألة توقص فقط مشرا إلى أن مرسم توقيع العقد بين الطرفين ستجرى في بداية الأسبوع الجاري يذكر أن مهدي بنعطية كان يعمل بكواكي الرياضي اللاعبيين في الأشهر الماضية قبل أن ينهي كل ارتباطاته ليكون مؤهلا قانونيا من أجل تولي المنصب الجديد داخل مرسيليا وقد كشفت بعتقل الصحفية أن المغرب مهدي بنعطية سيكون مطالبا بتسريح تميد اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد تعيينه رسميا كمدير رياضي جديد لنادي أولمبيك مرسيلي الفرنسي وأكدت صحيفة كوتيديان دوسبور الفرنسية أن مهدي بنعطية أمامه مهم صعبا للغاية وهي إعادة بناء أولمبيك مرسيليا خلال فترة الانتقالات الشتوية والصيفية المقبلتين وأدفت صحيفة ذاته أن المدير الرياضي الجديد أصبح عليه إيجاد مخرجا لوضعية عزد الدين أناحي في ظل تراجع مستوى المعهود منذ انضمامه إلى النديجة المفرنسي قادما من أونجي وذلك عن طريق تسريحه على سبيل الإعراء أو بيعيه بصفة نهائية نعطي مطلب ببيع أمين حارت الذي يتير يتم نابولي وميلال إيطاليين بغية الاستفادة من الصفقة ماديا في ظل المستوى الرائعة التي يقدمها منذ عودته من الإصابة يشار إلى أن قائمات مرشحة لمغادرة أولمبيك مرسيلي الفرنسي ضمت كل من بول لوبز شانيل مبيمبا رينالو دي عزدين أونحي إسماعيل لسار فيتينيا بير إميرون أمبوينغ وأمين حارت راسل الاتحاد السينيغالي لكورة القادم الاتحاد الدولي للفيفا مطالبا بعدم احتساب تأهل المنتخب فرنسي لأقل مسبطات السنة إلى ربع نيائي كأس العالم إندونسيا 2023 وكان المنتخب فرنسي قد تأهل إلى دول المذكور أمس الأربعاء على حساب السينيغال بركلة ترجحية خمسة ثلاثة بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ووفقا للمراسلة التي نشرها موقع سبورت نيوز أفريكا فإن الديوك مهددون بعقوبات من طرف الفيفا وذلك بعد إشاركهم للعب يانس يوسفو في مباراة المنضية لرغم عدم أهليته ويشارك يوسفو رفقات المنتخب الفرنسي في موضية 17 سنة في حين كان قد خاض قبل أشهر تصفية غرب إفريقيا المؤهلة للحادث العالمي مع منتخب النيجر لنفس الفئة علما أن الفيفا يمنع مشاركة اللاعب مع منتخبين مختلفين في بطولات أو منافسة مؤهلة لمسابقة وحيدة نبقى في جديد آخر أخبار المحترفين للمغاربة فقد كشفت رابطة الدول الإسباني الليغا يوم الأربعاء عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لعب تحت 23 سنة خلال شهر نوان بير الجاري وأعلنت الليغا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي X عن اللائحة النهائية والتي عرفت تواجد دواء مغربي شادي رياض مدافع نادي ريال بيتيز وضمت اللائحة كل من شادي رياض ريال بيتيز صافيو موريرا من فريق جيرونا رودريغو جويز من فريق ريال مدريد ألبرتو موليرو من لس بلماس نيكو ويليامز من أتليتيكو بيلباو ويتألق شادي رياض رفقتها ريال بيتيز خلال الموسم الكروي العالي وحيثوا لعبا حتى الآن 714 دقيقة موزعة لتسعدي المباريات في مختلف المسابقات وكالمدافع المغربي قد انضم إلى ريال بيتيز قادمة من برشلونة على سبيل إعارات مع أحقية شراء مقابل 3 مليون يورو ويذكر أن برشلونة لديه بوند يتيح له إمكانية إعادة شراء اللاعب مقابل 7 مليون يورو في غضون عامين فضلا عن حجز حقوق إضافية بنسبة 50% من إمكانية بيع اللاعب المغربي لنادي ثالث وفي جديد آخر أخبار المحترفي لمغاربة فقد أكد أنمار الحائلي رئيس الاتحاد السعودي أن الدول المغربية عبدالساق حمد الله لم يطلب مغادرة النادي خلال المركاتو الشتوي مبرزا أن هذا الأخير لا يمانع فكرة الرحيل في فترة الانتقالة الصيفية وقال رئيس النادي الاتحاد في تصريح تلفزيوني عبر قانة MBC Action حمد الله إلى الآن لم يطلب مغادرة في المركاتو الشتوي وأضاف حمد الله قال أنه لا يملك مشكلة في مغادرة النادي خلال الفترة الصيفية في حال لم يرغب الاتحاد في بقائه وتمنى أنه كما دخل بشكل بطل أن يخرج كذلك وكانت بعد تقايا السعودية قد أكدت رغبة النادي شباب في التعاقد مع المواجد المغربي في يناير المقبل مقابل شراء عقده أو ضمه على سبيل إعارة يشار إلى أن الدول المغربي يتوفر على عقد رفقة نادي الاتحاد السعودي يمتد إلى غاية سنة 2025 كشفت تقارئ إعلامية أن الدول المغربي أمين حاريت لعب أولمبيك مارسلية الفرنسي يدخل ضمن دائرة اهتمام نادي نابول الإيطالي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وأكد موقع 90 منوت الإنجليزي أن النادي الجنوب الإيطالي يتابع عن كتب وضاية أمين حاريت رفقة النادي الفرنسي وذلك بهدف تعزيز الخط لجوم في المركات المقبل وأشار الموقع ذاته إلى أن اللاعب المغربي البالغ من العمر 26 عام ليس الواحد الذي يرغب نابولي في ضمه حيث أن النادي مهتم بالتعاقد مع كل من أندريا كوليباني مهاجم أونزا ولازار سامار ديزيتش لايب أودينيزي ويرتبط أمين حاريت بعقد مع أولمبيك مارسلية الفرنسي إلى غاية عام 2027 علما أن قيمته السوقية ارتفعت إلى 12 مليون يورو ويشار إلى أن اللاعب المغربي كان قد نال جائزة أفضل لاعب في نادي الجنوب الفرنسي للمرة الثانية على التوالي خلال شهرين شوتنبير وأكتوبر الماضيين ترجمة نانسي قنقر